اهلين وسهلين بالجميع اليوم سرعة رح نعمل ورد كوست من مدينة مونستاد ما بديش اطول عليكم مقدمة لا تنسوا الاشتراك في القناة في الجرس تنبيه حطوا لايك وانتوا المقطع استمسوا بالمقطع اهلين 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 اليوم رح نعمل ورد كوست في المدينة اللي اسمها مونستاد وطبعا الورد كوست ما بتبانى عندك في الكوستات قبل ما تقدر تبانى عندكم لازم تجوا لهذا المكان الي هون تدخلوا بعد ما تدخلوا بتجوا تحكوا معها هاد وهيك بلشت الكوست وخلينا ندخل على الكوستات مشان نشوف اسمها هذا هو اسمها فخلينا نروح نحكي مع سارة بيقول وطبعا سارة هي اللي بتعمل اكل على ما اظن اسهل شي بعملوا بعمل تل بورت لهون وبنزل بحكي مع سارة الي وقفها عند المطعم هون بنيجي نحكي معها بنضغط على اول وحدة بعد ما حكينا معاها خلينا اضغط عليها مرة ثانية بضغط على اول وحدة وطبعا بدها هذا الاكل واللي ما عنده هذا الاكل رح فرجيكم كيف بتصنعوه خلينا اول شي بعطيه هيك خلصنا وبعد ما اعطينا الاكل المطلوب عطتنا هدية بدها نروح نحكي مع هاي الشخصية الصغيرة قبل ما نحكي معها بفرجيكم كيف تعملوا الاكل بطلع على هون برا اجيت لهون بضغط طبخ بدها السلطة وتفاح وبدها بيض وبطاطة وطبعا هاي الاشياء التفاح تدر تلاقيه والبيض كمان بتدر تلاقيه والخاص كمان بتدر تلاقيه وبفرجيكم وين بتدروا تشتروه بس البطاطة بتدروا تشتروه فقط رح فرجيكم وين بتدروا تشترو الخاص والبطاطة وبفرجيكم كمان وين بتدروا تلاقوا البيض والتفاح طبعا تحت في الديسكريبشن بتلاقوا رابط اسمه ماب المساعدة بتضغطوا عليه وتدخلوا لهون تنزل على شي اسمه وهون بتدروا تشوفوا انه عندنا بيض وهون تفاح تضغطوا عليهم وبتدروا تعرفوا اماكن كل التفاحات ويمتدروا تلاقوهم واماكن كل البيضات بتروحوا طبعا للاماكن اللي بيفرجوكم في الماب ومشان تسهلوا على نفسكم تطلعوا هون فوق بتعملوا هيك وهيك بتدروا تشوفوا اقرب مكان للتليبورتات والستاتو ومشان تدروا تعملوا تليبورت وهيك بتدروا مثلا هون بتعمل تليبورت تروح تاخد هاي البيضات وتروح تاخد هاي التفاحات بعد ما اخدتوا التفاحات والبيضات رح نجمع الخص رح نروح نشري الخص والبطاطا وطبعا الاماكن اللي بنشري منها رح ندخل لجوه بنيجي لعند هاي الشخصية اللي واقفة هون في مونستاد بنضغط عليها نضغط على اول واحدة هون بنضغط نشري خص وهون بطاطا تقدر تشتري مية لو بدك اشتري بس خمسة او اللي محتاجه وبعد ما تشتريهم تقدر تعمل الاكلة ولما تعمل الاكلة تيجي تعطيها لسارة بعد ما حكينا مع سارة طبعا رح ننزل لعند هاي البزوزة الصغيرة اللي هون بتبيع الورد رح نضغط على اول واحدة رح نضغط يس هيك خلصنا هيك اخدنا هدية ثانية ولا شو رح نكمل رح نروح للبار دخلنا رح نجي لعند هار رح نضغط على اول واحدة هيك خلصنا رح نطلع من المكان بعد ما طلعنا لمكان بدهم ايانا نروح 600 متر وهذا الشي اللي رح نعمل لو رح نيجي لهون نعمل تربورت لهذا المكان وننزل وهون بدهم ايانا نقتل كل المونسترات فخلينا ننزل لهون ونقتلهم بدر اقتلوا من هون واللي ما بيقدر يطلع له بيقدر يتسلق له هيك ويطلع يقتلوا هيك خلصنا عليهم اجونا شخصيات جداد خلينا نقتلهم كمان بعد ما اتناهم اجتنا شخصيات ثلجية خلينا نقتلهم هيك خلصنا عليهم بدهم ايانا نرجع للمكان اللي كنا فيه للبار نعمل تربوت لهن ونروح للمكان بندخل للبار مرة ثانية بنجي نحكي معه هاد هيك خلصنا بنطلع من هون وهلا رح نروح نحكي مع فيكتور وطبعا فيكتور هو الشخص اللي حكينا معاه في الاول في هذا المكان اسهل شي بعمله بعمل تربوت لهناك وبقفز للمكان بندخل وبنجي نحكي معه هلا رح نعطيه الهدايا الثلاثة رح اضغط على اول واحدة بعدين رح اضغط على الثانية وبعدين على الثالث وهيك خلصنا المهمة بعد ما خلصنا المهمة مشان نعرف انه خلصناها رح ننزل للمكان اللي بنيدر نشوف فيه الوكلي تشالينج وهو هون بالزبط لهذا المكان بنعمل تربوت لهنك وننزل وهيك وصلنا لهون بنحكي مع هاي نضغط على اول وحدة ورح نشوف انه خلصناها وهذا هو اسم التشالينج خلينا نعمل كلايم وهيك عملنا 18 مهمة من اصل 22 من الورد كويست اللي في مونستاد فضالنا اربعة ورح تشوفوهم ان شاء الله في الايام القادمة ان شاء الله يكون عزبكم المقطع وتكون صفتهم المقطع لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعل جرسنا به حطوا لايك وانتوني المقطع ناركم في المقطع القادم سلام